بعض متلسانه سكوت العلم هيتكلم سكوت بقى لانه الموسم الكارسي اللي افشا تكلم عليه شاف حاجات كتير عوية مشاهد يمكن لأول مرة يحصل هذا العدد العجيب الغريب من الاصابات وانه كرف الاداة بتاع الاهلي ينهار مش بيتراجع بينهار المؤشر انهار فجأة انت لغاية الاسبوع 15 او 16 انت احسن فريق والاهلي عنده احسن سكوت وبيتسو موسماني محظوظ انه عنده اللعيبة دي ثم من بعد الاسبوع 16 فجأة انهيار شديد انهيار سريع في مستوى الاداء في النتائج في الحالة البدنية في الحالة النفسية في الحالة الزهنية كانت اوضاع كارسية زي ما وصفها افشا ايه اللي حصل عندك تفسير قبل ما دخلك في بعض التفسير لا نسمع التفسير وشوفنا اتطفق معه ولا لا علميا الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطن كان ضيف الكابتن احمد شبير كان ضيف الكابتن احمد شبير اتكلم الدكتور محمد ابو العلا عن الوضع الحالي ايه يعني عن انت انت تبعت لقاء ابو العلا بشو منز تبعته وانبسطت من كلامه لان كلامه فصر حاجات كتير جدا لانه اولا ده مش طبيب النادي الاهلي لطبيب المنتخب فلما يتحدث بيتحدث بقى بموضوعية المنتخب ونظرات المحيدة في كل اه وتعرض لتفسيرات مهمة جدا ايه اه عايزين نبتدي نسمح طيب لا وانا اسيب لك شبانة يعني بصراحة وانت عدل ما كانت عايز الفيديو ده بس انا عايزه طب ما نبتدي بالمهمة لا انا المهمة عندي لان محمد شبانة غير ان هو صاحبي لأ اتكلم كلام كويس على واحد صاحبنا كمان نشوفه هل شركة الكورة او المجلس اللي استلم يكمل عمل المجلس اللي فات انا عجبني المهندس عدل القائف تصريحاته لما قال احنا بنكمل وان الكابتن او ساد يا سين منصور ده رجل عظمة في الناد الاهلي حدش يقارب نباية ولا يقارب نباية ده رجل عظيم جدا سيبكم مش يعني مناش ضعب الشغوص بقى يعني لكن الفكرة في الامتداد ده بيكمل ده بيكمل بنقول لقالي نموذج لطيف وجميل احنا بنقول حاجة ايجابية فالاندية تعمل زيها على كل الاندية تفكر بنفس الطريقة دي طيب الحياة هو تقدير في محله لانه عايز اقولكو يمكن مش هينفع المهندس عدل يتكلم عن نفسه لكن كلامه على التشكيل السابق لشركة الكورة والاستاذ ياسيم منصور والمهندس مصافة فاهمة والكابتن على عب صادق والاستاذ عمر شاهين عبر بدقة شديدة جدا عن تقاليد النادي الاهلي وعن اخلاق قيادات الاهلي ورموزه هو ده الكتالوج اللي دايما بيستخدمه اللفظ البشوان سعاد هو ده كتالوج الاهلي مفيش حد بيمحل قابله بيضيف عليه هو سباق تتابع كله بيضيف على افكاره محدش بيبدأ من الصفر ومحدش بينكر اللي قابله ومحدش بيلغي ومحدش بيحجر على اللي جاي كمان بالمناسبة فكان رأيي الزميل محمد شبانة مهم جدا وبمناسبة شبانة يعني شبانة قراءه الموضعية واللي بيراعي فيها قدر انا شايف انه فيه قدر عالي من المهنية والمسئولية لبسوا له حاجة قالك شبانة بيقول انه الاهلي تحجز على رصيده والاهلي 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 وبعدين يثبت انه اللي عمله كده جمهور لنادي الزمالك وان الكلام اللي كان شبانة بيقوله بالوسائق والمستندات اللي عنده زي ما قال على نادي الزمالك شالوا كلمة الزمالك وحطوا الاهلي ما هو ده نهج استاذ ابراهيم هم دلوقتي لما لو تفتكر الكابتل خالد تنضروا في القضية ممكن بدأ يستخدمها ده نهج كل حاجة يقلب عليك كل حاجة يقلب عليك تقول شعبية وإلاك أنا تقول نادي قاني وإلاك أنا الوطنية أقول لك أنا أي حاجة هتقول لك أنا فهو ده نهج وهو نهج بعد شوان ما بتكشف بيخليك ما تنزعيكش لأن الناس فهمته خلاص أنت عايز تشوف نفسك عطريس هتشوف نفسك عطريس يعني المهم إن أنت تكون باصص في المراية مصدق الكلام ده لأنك أنت أما تقول لأ دانا لأ دانا لأ دانا فما يجي يوصل إن شبانا بيتكلم وبينتقد أوضاع معينة يروح شال الكلمة دي وحطت الكلمة دي ولك الأهل بتحجز يعني هو أنت كده خلاص تحجز على أموال الأهلي ولا عايز الناس تعيش للألأ للحظات طب كسبت منها إيه ولا حاج بعد شوية حتى تظهر حقيقة وخلاص فمعرفش معرفش النهج ده يعني كان في الأول قد يكون مؤثر لكن اتفاهم اتفاهم وده اللي أنا بقوله بقى كل رسالة الجمهورنا والله عشان الحاجات دي لأنه وإحنا مشغولين بنانتقد بعض الناس عمالة مرر ترميلك حاجات ترميلك حاجات يعني ما تنفعش تلبسها أنت يعني فخلينا ما نشغلش بنفسنا إلا في المفيد يعني في الإيجابيات لأن السلبيات بسم الله ما شاء الله فيه مليون واحد عمال يخترع لك سلبيات طيب الأهلي عمل عقد ملابس مع شركة عالمية واحدة من أهم شركات الملابس العالمية اللي من خلالها الأهلي يكون في مصف الأندية العالمية الكبيرة تتخيلوا أن يطلع برضو زميل في قناة الزمالك يقول لك مين أهل الأهلي عمل اتفاق مع الشركة كذا الأهلي راح يشترى منهم فانلات فتدولوا فانلات بسعر مخفض طيب وده اتفاق لو هي الحقيقة يعني طيب هو يعني في حد بيروح يشتري فانلات يدهلوا سعر مخفض ويدولوا عليها عشرة مليون جنيه يعني مين اللي بيشتري بكده وبعدين إيه اللي يدائق الناس إن الأهلي يعمل عقد مع الشركة كبيرة ما هو الأهلي كبير يعني أنا عزار طيب إنت لما قلت كده إيه الفايدة اللي عادت عليك بأول مرة إن الأهلي يعني ما بيعملش حاجة يعني هي وده كل همك في الحياة تثبت إن إن الأهلي ده ما بيعملش حاجة ده الأهلي ده مش عارف إيه صوت إنت إنت عملت اتكلم بقى إنت بالزبط يعني انشغل بنفسك شوية توبة لما انشغلته نفسه عن عيوب الناس ما تفضلش كل همك ومكرسه إن الأهلي وحش ما أنت قلناها قبل كده يعني إحنا وحشي طب إنت اتكلم عليك إنت كويس وسيب الوحش بقى طرم الوحش ما تنبهوش يا أخي الوحش أنت عايزو يصلح نفسه محمد سبانة برضو رد على حكاية الفانيلاد والتعاقد الأهلي عمل تعاقد مع شركة ملابس عالمية ضخمة جدا هذا التعاقد لم يحدث لأي نادي يمكن في الشرق الأوسط كل تخيل بقى كل شركات الملابس اللي بتلبس في مصر يقولك إيه أنا هتديك جزء من احتياجاتك السنوية والفريل أول فقط وإنت كمل بقى اشتري يعني شركة إكس بيقولك أنا هتديك مجانا ربع احتياجاتك وإنت الثلاثة اربع اشتري مني فيبعوهم حق أرقام وأرباح وأضعاف أضعاف أضعاف اللي ادهولك مستغلا اسمك ومستغلا قيمتك ومستغلا جماهريتك وإنت مش داريان الأهلي جابوا الشركة العالمية دي وعملوا معها هديل تاريخي أنا بس عايز أقول الكلام ده الجمهور الأهلي اللي حتى يفخر بالاتفاق اللي تم يعني بدل ما الناس ما يتزنق في فكرة أصل الديزاين أصله تقليدي أصله كلاسيكي أصله مقلد يعني دي أكبر شركة في العالم يعني محدش يقدر يتكلم عليها يعني والشركة دي لما بتتفق ما بتروحش تضرب الهدوم دي مثلا في ضمنهور دي ملابس بتيجي من أوروبا مخصوصة للنادي الأهلي ومحدش عامل الديل ده على فكرة في الشرق الأوسط إلا النادي الأهلي الشركات الكبيرة اللي زي دي مش أي نادي في العالم تقوله خد لبس وخد فلوس زيه بقى زياريال مدريد زيه بقى زي 30 نادي في أوروبا فقط اللي بيعملوا كده لأنديها إيه؟ أنديها كبيرة بتاخد لبس زائد فلوس فالأهلي واخد ملابس السنة لكل قطاع الناشئين لأول مرة في التاريخ نادي مصر يعمل كده زائد 500 ألف ما يقارب من 500 ألف دولار سنوي كمان بونس بحكي القصة دي ليه؟ عشان تقلد الأهلي ما هو الشطارة في إيه؟ إيه أنا شعبية جماهرية حرية وطنية ولا الشطارة إن أنا الشعبية أحاولها لفلوس الجماهرية أحاولها لفلوس طيب هو طبعا ما فيش شك إن الصفقة هيلة ومترتبة بشكل محترم والكواليتي بتاع العلابس عالج أشهر شركة مش هنتحرج هنا إننا نقول أديدس يعني ده بتلبس النادي الآن رقم واحد على مستوى العالم أي يعني حاجة وسبعين في المية من الانتاج العالمي شركتين منهم أديدس على مستوى العالم لما تلبسك وهي لبساتنا قبل كده بس من الانتاج اللي هو كان في الإقليم يعني المرة اللي بتلبس من الموتر كامبني اللي هي الشركة الرئيسية الأم واحد كواليتي علي اتنين الحوافز اللي محتوطة 200 ألف دولار بحوافز تصل إليها نص مليون دولار طبقا لحاجات معينة مقابل لهم حيحطوا اسمك ويعني يسوقوا هما كمان يعني اسمك كمان حيمزلوا الجهد تسويه خارج مصر تمام فكل دي مكاسب اللي عمل هذا الدين لازم فما تجيش تقول لي ان انا النهاردة لما اقول انا انا مش بقول كلام يعني دبلوماسي يعني لا انا اعنيه ان فيه ناس عملت جهد سابق يبنى عليه وعملت بعض النمازج الحلوة في صفقات حلوة لازم ياخدوا الكريدت او ياخدوا الحقهم فيه يعني ما هيش تفضل من حد يعني الصفقة دي استاذ شابانا بيقول هي صفقة غير مسبوقة حتى على مستوى المنطقة دي ليه لمكانة النادي الاهلي لثقة هذه الشركة ولما بيقولوا من 200 الف دولار بحوافز يبقى الطرفين عندهم ثقة انهم يقدر يعملوا انجازات اللي ياخدوا الحوافز دي بيها التجارة والصفقة كان فيها نمازج قريبة من كده بس ما كانتش بال لا بالميزات الكبيرة او دي كان فيه برضو مبالغ بس مش مش كبيرة كده مقابل انك انت مبالغ تلعب في كاس العالم تاخد كذا مش كارف كان فيه بس مبالغ بالجنيل المصري كانت مش كبيرة او دي وقتين يمكن كانت تبدو معقولة يعني زاعد ان كان ويديلك لبس ويلبسك الناشين مثلا بتخفضات انت بتاخد دلوقتي حجم ملابس مجانة بالكامل البعض عادي برضو يقولك اصل الدزاين ما هو الدزاين ده مش ده الدزاين المتفوفر في المخازن انت بتاع السنة دي بتبتدي بداية قوية حيبنى حيبنى عليها بدايات فيها تطوير وبرضو الصفقة كان فيها كده يعني مش مش هتشامل اللي جاي عمل لا حيتعمل ديزاين مخصص للنادي الاهلي في الموسم القادمة احنا لاجم اي جهد يتعامل نفخر بدا ما نعد الكلب في تفاصيل سلبية ونضيع وقتين فيها طيب هذا العقد الكبير مع ديدس لقي ايضا تقدير من المحللين والخبراء والنجوم العرب منهم النجم العراقي والمحلل الكابتن ميثام عادل نشوف عندما تكلمنا في حلقة سابقة عن القيمة السوقية وقوة براند وماركة شعار النادي الاهلي وكيف ان شركة مثل امبرو وهي ليست الشركة الاكبر في العالم ربحت الملايين او كسبت الملايين من رعايتها لقميص النادي الاهلي اتهمنا البعض من السفهاء والسذج بالاطراء والمغالات ومجاملة النادي واليوم جاء الرد سريعا عندما تعاقدت شركة الدراس العالمية التي هي من اكبر شركات تجهزات الملايين في قيمتها هو لمس نقطة مهمة جدا الشركة مش مصنفة امره شركة انجليزي وشركة محترمة بس مش هي الاقوى على العالم هو الشركتين الالمانيتين دول هم اقوى حاجة على العالم انما معنى كده ايه لما تيجي شركة زي قديدة تكون حريصة تاخد بميزات اكبر بكتير تسلقية تترد ان هي وتقول لك من المنتج اللي عندي في المانيا يبقى دي مكانة النادي الاهلي وده انا دايما بقول للشركة استاذ ابراهيم يعني شركاء النجاح دول في كل حاجة في الرياضة في الصناعة هم لازم تبقى زيجة متكافأة اجتماعيا مش مهم المسأ الناحية المادية بقدر اجتماعيا والمكانة والوجاهة والتاريخ والعراقة والثقافة دي اللي بتنجح دي بتنجح العلاقات في الشراكة وفيه ناس بتروح لحد تقول له اسمك مقابل انا حماول وانت بالاسم وفيه ناس تقول لك انت بالخبرة وانه هاو وانا بال وفلان بالاسم وانا بالفلوس اذا الحاجات دي ليها تمن تاريخك له تمن جمهريتك ليها تمن بيترجم في شكل هذه كل ما تعمل صفقات تجارية من هذا النوع او رعايات من هذا النوع او صفقات في البس من هذا النوع تذكر لماذا لانك صاحب العراقة والتاريخ الاهم والشعبية الاجم ده كلام مهم جدا مع بعضه شكرا